عاوز بطلات شجع الاهلي عاوز تفرح برضو شجع الاهلي الصناعية بعد غياب عشر سنين بنتكلم من 2007 آخر دوري وكاس في عهد منو الجوزيه وكان اعتقد كان المباراة الشهيرة 4-3 للنادي الاهلي كان مباراة الاهلي والزمالك كان مباراة كل الاهلوية ما قدرواش ينسوها تروح وترجع ومارسهم غير طبيعي واعتلاقي الاسارة مرتبطة دايما بالنادي الاهلي والمباراة الكبيرة اعتلاقي اطرفها النادي او طرف فيها النادي الاهلي الصناعية الموجودة بعد غياب عشر سنين بجهد وتعب وعرق مش بخلق الاعذار مش بكل شوية تبرير ولا تحكيم ولا الكلام احنا بنسمعه ادي المطش امام حضراتكو ده كان اخر مباراة كاس 2007 للنادي الاهلي كانت امام نادي الزمالك بنتكلم عشر سنين غياب بطولة الكاس ولما تحقق ده يبقى ده اسمه ينجاح ولا اسمه انا برده عشان الناس تفهمنا وتبقى وعيها موجود طول الوقت البطولتين دول لما يتحققوا ده معناها ايه استقرار وهدوء وبركز عايز اشتغل ازاي اجيب فلوس وفي نفس الوقت ازاي اصنع تيم يجيب بطولات وبالمناسبة انا بكلمكو كلام قلته هنا من سنة ومن سنة ونص الاهلي لسه بيصنع تيم طول ما فيه احلال وتجديد لعيبة تخرج ولعيبة تخرج اما لا لعيبة كتير بتخرج ولعيبة بتدخل وفي الاخر اللي بقدر يتحمل بيقعد وهكذا تفهم اللي انت بتصنع تيم ومشي بالخطوات السليم دي الخبرة اللي احنا شفناها في الاثنشر سنة اللي كنا موجودين فيهم في الفريق الاول واثنشر سنة وبنشارك في كل المباراة وعارفين التخطيط كان ماشي ازاي والفكرة ماشي ازاي ومين جي ومين مشي ومين العدد الكبير اللي جي ومشي ومين اللعبة المحترمة اللي جات بحققة الهدف لكل الجماعي لغاية لما بقى عندك تيم محترم قوي فاللي احنا فيه انا بقول لحضراتكم من غير ما المدير الفني يقول لك ولا من غير ادارة تقول لك ده اسمه صناعة تيم طول ما تلاقي العدد بيخرج ويدخل بتجيب عناصر متميزة بينسجم بتقعد تكمل في مشوارك ويبقى فيه ظهير جماهيري وراك زي صالح جمعة كده تلاقي صالح جمعة فين صالح فين صالح فين صالح بيبعد شوية لغاية لما يدخل ويكسر الدنيا بقى عندك لعب تقيل جوا الفريق وهكذا وهكذا لغاية لما يبقوا مش بقى 11 او 12 تلاقي الـ 25 لعب تحتار فيهم وده اللي الاهلي بيعملوا فالثنائية اللي قدام حضراتكم اتحققت بالتخطيط بالجهد بالعرق بالاندباط بالتكاتف والايد الوحدة اول ما تلاقوا الترابط ده مش موجود صعب تلاقوا الكلام ده هيبقى زينا زي اي حد ما بيجيش لغير باخلاص النواية كلام ده بيجي كده بيجي بالجهد والعرق وتبقى راجل وتتحمل فنلة النادي اللي انت لابسه ويتحمل مسئولية الجمهور اللي قد في البيت يزعل ويبقى غطبال لان الحافز عند المدير الفني في كل مباراة خصوصا مباراة الكاس او في افريقيا يقولك عايزين نفرح الجمالية المدير الفني بيقول اللعيبة كده في غرف الملابس وكابتل الفرقة يقول اللعيبة كده عايزين نفرح الملايين من الاهلوية فمتلاقي من هنا الوحدة موجودة والترابط موجود اللي بيشتة عن الصف تلاقي ربنا على طول ما يوصلهش لهدفه ولا يعرف يوصل له ثانية لو وصل لبعض الوقت ما عافش يوصل طول الوقت فهي دي عبقرية حب وحببنا في النادي الاهلي اكتر فمن هنا بطولات فالعب جمعية جايبين السنائية النهاردة نحتفل معاكم وعشان نفرح ونتبسط ونحكي في تاريخنا ونحكي مع جمهورنا والاحتفال النهاردة مختلف كل مرة قلنا نفكر بشكل مختلف كل مرة اللعيبة بيقوموا موجودين معنا في الانتصارات والناس بتسمعهم وحكلم بصراحة اكتر كلعب سابق بنشكر الجماهير وبيسندونا وبيدعمونا والكلام ده موجود اه طبعا موجود لان هذه الحقيقة كمان كل مرة بيبقى معنا المدير الفني ومجلس الادارة وبعد عضاء مجلس الادارة اه بيبقى موجود الكلام ده بيبقى موجود فعايزين نغير ونفرح مع جماهيرنا ويبقى فيه مداخلات من جماهيرنا فاخترنا بشكل عشوائي قدرنا الحمد لله نتواصل مع مجموعة موجودة في الظروف الصعبة اللي ما فيهاش جماهير باستثناء مباراة افريقيا بيبقى فيه جماهير الاهلي جزء منها جبير موجود النهاردة معنا مجموعة حضرت مباراة كتير جدا في التلات اربع سنين اللي فاتوا اللي الاهلي كان محروم من جمهور يحكونا اللي موجود مباراة حمل ايه وكان شعوره ايه والحالة بتاعته لما كان خسران وبعد كده ربنا ادينا الانتصار الكبير العريض وتكتب في التاريخ اللي حقق بطولة الكاس مشاعرهم كانت ايه ولما بيروحوا المباريات اللي قبلها في الدوري وفي افريقيا فكان مهم جدا ومعنا جماهير نتكلم شوية ونشركهم معنا لان احنا اسمنا الكرة والجماهية نروح لتقرير السنائية اللي النادي الاهلي حققها دوري وكاز بعد غياب عشر سنين وبعدها استقبل مجنوعة من الاهلوية الجدعان اللي وقفين وراء ناديهم النادي الاهلي